دي اناي مساء الخير ما في شك انه العالم عم بعيش صدمة قرارات الرئيس الامريكي دونالد ترامب وخصوصي القرار بمنع مواطني سبع دول اسلامية من دخول امريكا قرار كبير ما في شك ردود الفعل بامريكا نفسها وبرات امريكا غير مسبوقة يا بتحس انصار في موضة لدرجة انه اخر حدا بتتوقع يعترض اعترض تميز عنصري في الهجرة للولايات المتحدة عاصفة ترامب الخارج من مرتفع عنصري كما اعتبر رئيس البرلمان الايراني علي لارجاني انه يعكس حماقة رؤية والسلوك الادارة الامريكية خيمة انت شو فرقة شو فرقة معكم اصلا انه جماعة الموت لامريكا ليه اصلا بدوا نروحوا عامريكا ما فهمت يعني لازم تشكروا لترامب انه عم بيحمي بعض ضعفاء النفوس من الايرانيين ممن قد يزوروا الشيطان الاكبر الزلمة عم بيساعدكم وعشوه مستنكرين الموت لا ومش انه استنكار عادي عبر بيان للخارجية وتغريدة لوزيرها محمد جواد ضريف قررت ايران الرد بالمثل وحظر السفر الامريكيين الى ايران ايه ضروري المعاملة بالمثل ضروري جدا على اساس الامريكين عم بينعفوا نعف بطهران يعني عفتك كيف ما تبروا بتتفرك عشب الامريكين ما عم بتلحق المطارات الايرانية زوار امريكيين بعدين خي بتعف الامريكين طلعوا ما بيرتاحوا الا بايرانا استقبال وضيف وجو حلو يعني شي جنون اكد رئيس السلطة القضائية في طهران غلام حسين اسماعيل اليوم اعتقال مراسل صحيفة واشنطن بوست جيسون ريدا وكانت محكمة ايرانية قد قضت بسجن كل من شامباور وجوشفتال لمدة ثمانية عوام لادنتهما بتهمة تجسس في 11 ايلول 2015 طلق نزار زكا دعوة رسمية من نائبة رئيس الجمهورية الايرانية السيدة شهندوخت مولا فيردي كان من المكرر ان يعود نزار الى بيروت لكنه لم يصل وانقطعت اخباره لينشر بعدها الاعلام الايراني صورة لنزار باللباس العسكري هي صور عايدة لزي المدرسة اللي راح عليها وقتا كان عمره 14-15 سنة هي اسما ريفر سايد ملتها باكاديمي بجورجيا بامريكا الباسبور تهمي بايران الباسبور الامريكاني تهمي لشوف زعلانين ليه ترامب منع الايرانيين من دخول امريكا لك انا شخصيا املي بامريكا كبير اكيد مش مع قرار المنع ببلاد باعتبر معبد الليبراليي بالعالم بس انو نظام الايراني زعلان و بدو عامل امريكا بالمتر من كتير الاد كتير مصخرا من امتين حرص على امریکا و این رو بدانید که این شعار شما مرگ بر امریکای شما این فریادی که ملت ایران میکشن این دارای یک پشتوانه و عقبه منطقی و قویست دارای پشتوانه عقلانیست باعتبر امريكا باعتبر امريكا باعتبر امريكا باعتبر امريكا طيب يا سيد تخيل تموت امريكا و يكون في رعایه ايرانيين هونيك ايو عم تموت بصیبه ليك ترامب قدام حب انه برکه زبطت معكن و ماتت امريكا شو من عمل قليلة تموت امريكا و في ايرانيين هونيك باعدين مسلا الاي و بنيو يورك ترامب بده مصلحة الشعب الايراني ما بده بلحظة انه تموت امريكا يكون في ايرانيين لا سمح الله تدقن شوكه بس بس ليك لحظة كمان يعني في جانب تاني للقصة يعني ايران يا جماعة ما عم تحكي بس باسمها صحيح هي عندها مشكل كبير مع امريكا بس شو خاص بقية الدول الاسلامية اللي منعت رعاياها ان تجي على امريكا شو خاصة وصفت طهران القرار بانه اهانة للعالم الاسلامي و بدكن ايران تتهاون باهانة المسلمين بدكن ايران ايا يكن موقفة من امريكا تقبل انه امريكا تهين المسلمين من خلال منعهم من دخول الولايات المتحدة شو عمان شو قصتكم بجانين انتو في كرامة المسلمين بداء من المفارقات ان المملكة العربية السعودية التي الان تعتبر هي مهد الارهاب ومركز الارهاب الفكري والارهاب السياسي والارهاب العسكري كما نرى في اليمن استثناء المملكة العربية السعودية من هذه اللائحة ايه بس سعودية مش مسلمين ادراج السعودية على واقح المنع مثل ما عم بتطالب ايران مش اهانة للمسلمين ابدا تغنيج للمسلمين مسايرة هو مبطل فيه معيار اسلامي بعدين مهضمين ليه بس نحن ليه مش كمان السعودية ليه السعودية احسن منا حبيبا هيدا سلوك دولة او سلوك طفل عامل كريزة غيرة طفل مهووس بغيره عسيرة المهووس شو تقييم نخبة الممانة على ترامب نداء الدائم اللي على طول بيحطوه بالتلفزيون علينا ان نبني حائط هذا ما يسمى عادة بهوس الاماكن المغلقة فوبيا معينة نعم وهي اسمها كلاوسترومانيا يبدو انه هو شخصية مصاب بالهوس قليلا معناته تضخيم الافكار دون وعي لاثارها وليقيمتها الحقيقية نوع من انواع الفكاهة يعني المبالغة لدرجة الفكاهة بطرح القضايا شو عم تحكي؟ لك بس من فترة مش بعيدة ما كان مهووس الزلمان يعني كأن بتذكر انه ما كان مهووس ابدا كان شي تاني اهم سلاح يستخدمه المرشح الجمهوري ترامب ضد الديمقراطيين شو هو اللي عمل داعش هاي يا امريكانوا يا اوربيين هول عملوا اوباما وكلينتون هدا مش حكي بسيط هدا مرشح امريكي هدا عم يخطو باسم الحزب الجمهوري الامريكي اللي عنده معطيات وعنده وساقه هيدا هو بزيته نفس الزلمة اللي نخبة الممانع اليوم عم تقول عنه مهووس كانت زيت النخبة عم تقلنا انه هيدا شو بكون يا هيدا مرجع مش هين هدا مش قليل قصة كبيرة اللي بيقولوا مبناء معطيات وقتها كان مرجع وموزون وعارف شو عم يحكي اليوم صار مهووس طب شو تغير ليه بوقتها من كم شهر كان مرجع علا صار مهووس ومريض وعنده ما بعرف امراض غريبة عجيبة شو تغير يعني ترامب يحاول ان يغازل بشار الاسد الرئيس بشار الاسد في سوريا تكلم عن الرئيس بشار الاسد بنوع من الايجابية لا يرى اولوية القتال للرئيس الاسد وقال ايضا نحن لا نريد ان نحارب الاسد ومن هنا نحن نتفاعل خيرا بما يقوله ترامب بس شم مريحة انه ترامب يمكن يسير الاسد بلشوا غزل مع ترامب حبيبنا بيفهم عبقرين لحظة اللي اكتشفوا انه توقعاتهم مش دقيقة فرموه فرموه فرم لو بقي عم بغازل الاسد كان قرار منع مواطنية سبع دول مسلمة مرع عقلبهم مثل العسد ولو منع السعودية ما كانوا تذكروا الاسلام وكرامة الاسلام وايهانة الاسلام ولو ما منعهم وفتحهم البويب فتحهم اكدر كانوا راحوا وعملوا تظاهرة بنص نيويورك الموت لامريكا الموت لامريكا بنص نيويوركا وبعد كل هيدا بيطلع حدها بينخبط الممانعة محور ايران بخبرك انه ترامب مهووس يا عائل انت يا عائل تصبحوا على خير اشتركوا في القناة